بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نبدأ عاماً جديداً مع جيلين متميزين جيل 2007 وجيل 2008 اليوم بطل عليكم حتى نعلن انطلاق خطتنا كيف رح يكون شكل وأيام ومواعيد ومحتويات دراستنا في هذا العام الدراسي يا أبنائي ويا بناتي في جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة وأخاطب طبعاً جيل 2007 وجيل 2008 بالنسبة للمواعيد الأسبوعية الثابتة إن شاء الله وللجيل 2007 حصص المهارات ستكون يوم السبت الساعة 10 صباحاً للـ 12 وحصص التفاعل ستكون من الساعة 3 للـ 5 مساء أما لجيل 2008 حصص المهارات رح تكون يوم السبت الساعة 1 للـ 3 ظهراً طبعاً أنت في كل يوم سبت تتسجل الحصة في بعض الطلاب بيكون التزم معي ببطاقة تفاعلية بتفاعل معي بالحصة وفي بعضهم التزم والمعظم بيكون التزم بحصة مسجلة تنزله بعد ساعتين إلى ثلث ساعات من انتهاء الحصة يعني إذا إحنا مثلاً على سبيل المثال سجلنا الحصة الأولى حصة المهارات لجيل 2007 الساعة 10 للـ 12 أتوقع الساعة 2-3 بتكون نزلت لطالب المسجل الحصص تسجل يوم السبت وبتنزل يوم السبت إذا قدر الله إذا صار فيه أي مشكلة أو إعاقة بالنظام والـ IT ممكن تتأخر لثاني يوم الأحد بس هذا احتمال ضئيل عادة الحصص تسجل بنفس اليوم وتنزل بنفس اليوم هاي بالنسبة لمواعيد الحصص طبعاً هذا اللي أنا بحكي لكم إياه هو بناء على خبرة سنوات وتغذية الراجعة من أسئلة واستفسارات الطلاب أستاذي حصص الطلاب المسجلة شو بتفرق المسجل عن التفاعلي الفرق بينهم يا صديقي أنه بالحصص التفاعلية في بعض الطلاب بحب يسأل ويستفسر أثناء الحصة بكون أنا مخصص وقت معين للطلاب بأنه تسأل بفتح لك المايك بفتح لك الكاميرا بتسأل بجاوبك طالب المسجل كذلك مش محروم من هذا التفاعل أكيد رح يكون فيه من وراي فريق للدعم العلمي وفريق للدعم الفني للإجابة على استفساراتكم وأكيد رقم الواتساب عندكم إياه جميعاً وممكن يكون ظهر أمامك الآن على الشاشة شوية ملاحظات هيك عامة واستفسارات أستاذ بالنسبة للحصص إحنا نزلنا أول حستين على البطاقة لجيل 2007 وجيل 2008 كمان سجلنا لهم أول حستين كان أول حستين لجيل 2007 شرحت قاعدة النداء جيل 2008 رح نشرح قواعد الوحدة الأولى أسلوب الجزم في جواب الطلب زائد بلاغة الوحدة الأولى إن شاء الله تعالى طبعاً إحنا انطلاقتنا رح تكون بيوم السبت القادم بكون التاريخ ست سبعة الفين وأربعة وعشرين كل أسبوع سواء كنت أنت من جيل 2007 أو من جيل 2008 كل أسبوع رح تأخذ في المادة اللي أنت سجلت فيها معي حستين فإذا كنت مثلاً علمي ومياخذ مهارات رح ينزل لك حستين كل حصة تقريباً خمسين دقيقة 45 إلى 50 دقيقة طب إذا كنت أنت أدبي ومياخذ تخصص بنزل لها حستين حستين وراء بعض يعني طب إذا كنت أدبي ومياخذ مهارات وتخصص بنزل لك لهاي المادة حستين لهاي المادة حستين كل يوم كل أسبوع بتأخذ حستين كل يوم أحد الساعة ثمانية مساء رح يكون في إلنا طبعاً هذا الحكي ابتداء من شهر تسعة بعد ما نكون ماشينا في المادة وتمام تمام بصير في عنا إشي اسمه البث الأسبوعي هذا البث الأسبوعي موعد ثابت في بث لجيل 2007 وبث لجيل 2008 أنا ثبت هون موعد بث جيل 2007 جيل 2008 غالباً سيكون يوم أربعاء وسأخبركم لاحقاً بموعده كل يوم أحد الساعة ثمانية مساء البث هذا مراجع بالراجع اللي أخذناه طوال الأسبوع أو طوال الأسبوعين اللي قبل ويكون طبعاً البث مكمل لحصة البطاقة إخوان البث جزء مهم جزء هام جداً من شرح المادة بكون أنا شرحت المادة تمام تمام بس بيظل في تدريبات على بعض أسئلة القدرات العليا دائماً إحنا بنحاول نواكب ونتابع آخر تطورات صيغ الأسئلة الوزارية وشفنا بعض التغيرات كان في مادة اللغة العربية مثل ما شفنا أصداء الطلاب بعد امتحان اللغة العربية كان في تغير في صيغ أسئلة القطع وأنا دائماً بقول أسئلة القطع لا يستهان بها دائماً للطالب لما يجيني ويشتري بطاقة أو يجيني على المركز بقول أستاذ أنا ضعيف بالعربي يظن أن الضعف بالقواعد لا يا صديقي القواعد عليها خمسين علامة القطع عليها مية وأربع علامات وأنا دائماً بقول كلمة المشهورة أسئلة المهارات القطع بتوجع فيها أسئلة القدرات العليا بدها تفكير وتحليل وربط واستنتاج وقصة طرمة يعني الموضوع مش أنت مش ماخذ معاي بطاقة عشان من باب البطر والكماليات لا يا صديقي هناك فرق بين أن تتقوى في مادة أنت ضعيف فيها وأن تتمكن بها التمكن نحن نسعى إلى التمكن والحصول على العلامات الكاملة بإذن الله تعالى طبعاً أكيد يعني خدماتنا سواء في منصة جو أكاديمي أو أنا كأستاذ عبدالهادي بعد خبطة هاي السنين أكيد بنقدم لك الخدمات التي تناسب مستواك شو مكان مستواك قلنا في فريق دعم علمي وفني للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم وأنا مشرف عليه زائد في عندنا اختبارات وجاهية واختبارات إلكترونية نهاية كل وحدة في أسئلة رح تكون بالدوسيات أسئلة رح تكون امتحانات رح تكون على موقعنا على صفحتنا زائد امتحانات وجاهية في كثير من المراكز زائد إحنا في كل فترة وفترة كل أسبوع أسبوعين بنطلع بنطلع على أبنائنا في الرمثة أبنائنا في الكرك أبنائنا في البلقة في كل محافظات المملكة لنا جولات نتطمن عليكم نشوف أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله الآن إذا كنت من جيل 2007 طالب علمي تمام أكيد أنت مش راح تجيب بطاقة اللغة العربية لحالها رح يكون فيه مثلا ما ياخذ عربي وما ياخذ أحياء كيميا فيزياء لآخره إذا كنت أدبي بتكون ما ياخذ عربي إنجليزي رياضيات إذا كنت مهني ما ياخذ مادة مادتين صديقي بإمكانك انتهاء الحصول على البطاقة فقط للأستاذ عبدالهادي أو بإمكانك فيه نظام في هذه المنصة الرائدة على مستوى المملكة شيء اسمه نظام البكيجات بإمكانك تحصل على البكيج نظام البكيجات ممتاز للطالب اللي بيخذ أكثر من مادة بحيث إنه بيوفر على أهله وعلى حاله وقت وجهد ومال بالنسبة للدوسيات كثرت الأسئلة والاستفسارات عن الدوسيات صديق الحبيب دوسيتي لجيل 2007 وجيل 2008 متوفرة في المكتبات من تاريخ 20-6-2024 موجودة في المكتبات جميع مكتبات المملكة وفي حال أنت في منطقة نائية من المملكة ومش عارف أي مكتبة بإمكانك تتواصل معاي على رقم الواتساب وأدلك على أقرب مكتبة إليك طبعا دوسية 2007 معروفة سواء للمهارات أو للتخصص زائد دوسية 2008 جيل 2008 الجيل الجديد بالمنهاج الجديد والنظام الجديد الحمد لله رب العالمين والله الحمد تم الإتمام والاكتمال من دوسية اللغة العربية العربية لغتي للصف 11-10 خلصناها وموجودة في المكتبات المملكة جميعا طبعا الدوسية منزل فيها أنا القواعد والبلاغة ودوسية القطع لطلاب 2008 جاهزة وتمام ولكن نحن بانتظار صدور الإجابات النموذجية ودليل المعلم حتى تكون أنت مطمئن وانت بتدرس عشان هيك راح تكون دوسية المهارات لجيل 2008 مقسومة إلى قسمين قسم موجود الآن وقسم بإذن الله تعالى خلال أسبوعين ثلاث أول ما تطلع الإجابات النموذجية لأسئلة القطع راح تكون موجودة بالأسواق بإذن الله تعالى الجزء الثاني منها وهي الدوسية الأولى على مستوى المملكة في جميع المواد لجميع مواد 2008 أول دوسية نزلت هي كانت دوسية اللغة العربية معي أخوكم وأستاذكم ومحبكم عبدالهاد الخطيب قلنا انطلاقة حصص التفاعلي والمسجل ستكون يوم السبت 6-7-2024 بإذن الله تعالى مثل المواعيد على المواعيد اللي ورجيتكم إياها هيها هون وراح يكون طبعا البدئاف تبعها موجود عشان الناس اللي بتنسبت هتثبت مواعيدها أوكي الآن طلاب الأدبي ملاحظة لطلاب الأدبي أستاذ أنا عندي حستين يوم السبت يا طالب الأدبي طالب الأدبي تحديدا مهارات وتخصص الصبح بتحضر معاي حصة المهارات بتريح ساعتين على الساعة أو ثلاث ساعات على الساعة الثلاث للخمسة بترجع عطيتك فرصة ثلاث ساعات تريح تدرس مادة ثانية تنام تصلي إلى آخرية وبنحضر المادة الثانية يعني يوم السبت لغة عربية يوم السبت حصص اللغة العربية نظل شوية الشغلات صغيرة عشان ما أطيل عليكم يا أحبابي إحنا انطلاقتنا بستة سبعة يوم السبت بإذن الله تمام؟ قبل ما تبدأ هذا الإشي تأكد إنك تكون حاضر معاي ما يلي أنا نزلت لكم حصص تأسيس سواء لجيل 2007 أو لجيل 2008 وحصص تأسيس موجودة على قناتنا على اليوتيوب موجودة على موقعنا موجودة في كل مكان يعني هي ودوسياتها ودوسياتها التأسيس موجودة ورقيا وPDF وحصصها حصص التأسيس لطلاب جيل 2007 عددهم سبع حصص وحصص التأسيس لجيل 2005 عددهم خمس حصص تمام؟ ضروري تكون حاضر حصص التأسيس وضروري كمان تكون حاضر أول حستين سواء حاضرهم على البطاقة أو حاضرهم على اليوتيوب طبعا منصتنا الرائدة جو أكاديمي عادة بتنزل للطالب أول حستين في المادة في كل المواد أول حستين بكونوا بشكل مجاني على اليوتيوب حتى الطالب يحسن اختيار معلمه يطمئن إلى اختياره يشوف المعلم أسلوبه وخطته إلى آخره شرحت لجيل 2007 حستين موجودين على البطاقة وأولا جيل 2008 فضروري تكون حاضر التأسيس حصص التأسيس زائد أول حستين ليه؟ سواء لجيل 2007 عشان لما نبدأ من 6-7 تبدأ بداية نظيفة بإذن الله تعالى لا تنسى موعدنا وليذكر الشاهد الغائب يوم 6-7 بإذن الله تعالى هذا اليوم جميل وله مناسبة عزيزة في قلبي بحكي لكم عنها لاحقا إن شاء الله في هذا اليوم الجميل سنبدأ أنا وإياكم بداية خير بتكونوا مستعدين نمجهز نفسك مكانك الدراسي زمانك عدتك دوسياتك ونقول يا رب إن شاء الله سنتخير علينا جميعا يا حبايبي وكل الاحترام لكم ولأهليكم وسلاماتي لأهليكم أكيد طبعا اللي بننفرحهم بنجاحكم ونرفع روسنا بين الروس لأنه إحنا قدها ورح نجيب المعدلات العالية بإذن الله تعالى محبكم عبدالعاد اشتركوا في القناة